كلامهم قال كده عالسوشيال ميديا انتظرونا في توكيو. ليه انتظرونا في توكيو? انا بقول ان الجيل ده يقدر يعمل حاجة. الجيل ده جيل مختلف في الدوافع اللي عنده. جايز الاحتراف عمل معاه بزود اللعيبة. اللي اكسر لعيبة في الجيل ده هو المحترفين. اللي سافروا الاحتراف. خلينا نروح للسوشيال ميديا ونشوف كابتن علي زين. بيقول ايه? بيقول افريكانت شامبيون. توكيو. زي ما قلت لكم كلهم. كلهم بيوصلوا لمرحلة دي. انه هم بيتكلموا استنونا. انتظرونا في توكيو. كابتن ابراهيم المصري نجمينا الكبير. ويعني احسن مدافع في افريقيا وفعلا كان حاقة الصد او حاقة الدفاع القوي. امبالح في برات امبالح. كابتن ابراهيم المصري بيحط صورته وبيرفع عديه بكاس افريقيا. نجمينا كابتن محسن رمضان. بيقول توكيو. وقلب والقصة النهاية وخلاص الحب كل في توكيو. اللي انتم بازد الله نقدر. نعمل شغل كويس في توكيو. نجمينا كابتن وسام بنوار بيتصور بكاس افريقيا ومبسوط وفرحان وبيقول الحمد لله. فعلا الحمد لله لان البطولة صعبة. صدقوني كلمة الحمد لله فيها كلام كتير جدا. ان هو يبقل الحمد لله دي لان فعلا هو كان حاسس وكل المنتخب حاسس. بمدى قوة المعركة او قوة البطولة دي. كابتن عصام الطيار حارس المربع. بيحط صورتين. بيحط صورت بكاس افريقيا والمديلية الدهبية. ان دي اول مرة يتوقع بكاس افريقيا وهو ثانيا مع مدربه. آآ مدربه كابتن كريم هنداوي وكابتن محمد علي. واقفين مع بعض مبسوطين فرحانين بالتعب البجهود اللي اتعامل. وبيقول توكيو هير. ويكم. هنروح. وان شاء الله بإذن الله. هنعمل حاجة كويسة بإذن الله. اخر حاجة كمان التدعيم. مش بس لعبة المنتخب لفرحانين. بالعكس. نجمينا برضو كابتن هادي رفعت. قعد حراس المرمى الكبار في مصر. بيدعمهم بيقولهم الف مبروك. اللهم لك الحمد الف مبروك يا رجالة. فعلا عندك حاجة كابتن هادي. هم رجالة. وفوافت رجالة وقدروا يكسبوا بتروت افريقيا. صورة جميلة. صورة معبرة. من حارس مرمى مصر كابتن هادي رفعت. بيبارك لهم. وبيقولهم الف مبروك. كل مصر امبارح السوشيال ميديا امبارح كلها. كان بيتكلم على المنتخب مصر. امبارح ما شاء الله الحمد لله. اللهم لك الحمد. امبارح كان يوم مصري خالص.